طبعا معكم مشاهدينا ومثل ما نهتم بصحتنا الجسدي من المهم أيضا نحرس على تغذية صحتنا النفسية والمعنوية ودكتور شدي رحمي موجود معنا اليوم لحتى يساعدنا هيك بنصائح يومية بحياتنا يلي متلاقي ومتتوجه صعوبات كثيرة اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم واللي هو تنمية مهارات الدراسة عند الأولاد هذا الموضوع يلي يمكن بشكل ديبريشن عند الأهالي مش عند الأولاد صح وعند الأولاد أوقات كثير يعني تلعب بيناتها تتنقل من هون لهون لي اليوم حبينا نطرح هذا الموضوع بالزيت موسم دراسة وعطول تلميذ في هذا الوقت بيكون عندهم امتحانات أو يعني دراسة عمومة والأهالي هيك شوي بدوا النصائح حتى يتعاملوا كذا السؤال حول الموضوع بآخر فترة فقالنا نطلع بالموضوع فنحنا الأهالي كيف نقدر نساعد أولادنا لحتى نغزة وننمي هالقدرات أو مهارات الدراسية عندهم كيف؟ الأول شيء بدنا نبلش بالأعمار بس رح يعني رح نجرب ما نحط كتغورية أعمار اليوم بس أنه بنقول أنه قدام نبلش أبكار نخلق عادات سليمة للدراسة عند الولد قديش أفضل بدي بلش بالاشياء البديهية يعني يكون عنده مطرح بالبيت تيدروس فيه حتى لو البيت ما فيه مكتب للولد تيدروس مطرح نخصصه يمكن طاولة بتفتح بهذا المطرح تيدروس فيه الولد نعرف أنه هذا المطرح مخصص له فيه ضو منيح وما فيه قدر الإمكان ما فيه ضجة بعيد عن الديستراكشنز ما يكون تيفي داير ما يكون فيه تابلت حده ما يكون فيه شيء من هذا النوع ليعرف أنه وقت الدرس هو وقت مخصص للدرس تاني شغلين ما بلش نقل له أنه الدرس هو بهذا الوقت أولوية لأنه بلش نحطه بالجو أنه ليش لازم يخلص درسه بس يخلص درسه فينا نلعب أكثر فينا نتسلة أكثر بعدين ليش مهم يخلص درسه لأنه بالمدرسة بده عنده وجبات بده يكون مقدمة وهون كثير مهم بحديثنا مع الولد قبل الدرس بعد الدرس بخلال نهارنا أول ما يوصل نفتح مجال أنه نحكي نحن والولد ليش الدرس مهم نسمح له يعبر له ما قاله جلادي يدرس لأنه هو بده يسألنا على شو المدرسة ولش الدرس بده يسأل عن كل هول بدنا لقي أجري بلعيلون أول شي بنا نقل له مشان هيك ما نبلش مع الولد نربط بهدف يعني أول شي مثلا يمكن برات الدرس شو بتحب تعمل بس تكبر نبلش نقل له أنه مثلا هاو أنت عايز فيهن هاو المواد فنبلش نفرجيه المادة قدامنا بس فيه مواد هو بيقدر يقلنا فيه مواد ما بيعوزها يعني أنا هيدا مثلا لا بده أدرسها ما رح عوزها بحياتي وبعدها رح أنسيها في مواد حتى نبطل ندرسها بس نوصل للصوف عالي مشان هيك واحدة من الأشياء اللي كتير بتساعد الولد أنه يدرس هو أنه يقرأ العادات السليمة بالقرية المطالعة أصدر صح المطالعة عادات السليمة بالمطالعة بالقرية بتخليه يدرس أكتر لأنه بتفرجيه كيف الأشياء مربوطة ببعضها يمكن إذا عم يدرس كيف مثلا أولاد هلا عم بيشتغلوا نقول كتير مهم يشوف أنه البنايات كيف تنعمل إذا هو بحب يعمر بناية يعني نربط الدرس بحياتنا اليومية قد ما فينا نربط درسنا بحياتنا اليومية هو شي كتير منيح حتى وقتها نحكي عن التاريخ مثلا ممكن نربط الأولاد اليوم بتسمع عن أزمات بتسمع أشياء عم بتصير في حكومة ما في حكومة اليوم أولاد بالمدارس بيحكونا فيها فكتير مهم أوقات نقول أنه هذا التاريخ كتير مهم نعرفه لأنه بيساعدنا بهول الأشياء إذا بدنا نحكي مثلا لنقول جغرافيا من وقت الصوف الصغير اللي بتبلش كيف يستعمل بصول كيف يروح بالغابة نمشي ماشي نحن ويان اللوان اليمين وين شمال أو وين الجنوب وين شمال وين الغرب الشرق كل هولة الشمس من وين تشرق نحكي معه كيف كانوا يفكروا الكواكب نخبروا نقصص للأولاد وشوي شوي منصير نشوف هالأولاد وين أكتر شي بحبه هلا أكيد عم بحكي عن عمر صغير ونكبر بس هيدا الحديث ممكن نعمله إحنا ولد نمر 15 سنة يعني عن كيف كانوا يفكروا الأرض مسطحة وبعدين اللي قوة مدورة كل هول إخبار بس نحولهم لقصص ونشتغل فيهم مع أولادنا أولادنا بصيروا يرغبوا أوقات يطلعوا أكتر ويقروا أكتر وبيصيروا يلاقوا حالا عم بيحفظوا بسهولة أكتر الأشياء اللي بده حفظ وعم بيطبقوا بسهولة أكتر الأشياء اللي بده تطبق هلا منقول أنه الولد بيوصل لعمر بيكون رغبين الدرس ورغبين أنه يتعلم ومحمص فجأة من اللي إيه عم يتراجع بالمدرسة وحتى بيبطل يعتلهم هذا الموضوع كثير مهم هذا السؤال لأنه ولا مرة فجأة بيبطل يعتلهم الموضوع من دون منذار أو أسباب من دون أسباب مشان هيك مهم كثير نكون عم نبني عادات نحكي فيها مع أولادنا من بعد ما يجوا من مدرستهم من هن وصغار مرة حكينا عنا يعني مثلاً شو أحسن شي صار بنهارك اليوم مين كان زعلان اليوم مين كان مبسوط اليوم كلمة يكبر شوي فينا نسأله كيف عملت بفحصك اليوم في شي داية قدرصة مش أول ما يوصلهم مش أول ما يوصلهم مش أول ما يوصلهم يون مي يكينا قالنا بيقوا بعض الواصلين تعبانين نروق شوي عليهم ونحكي معهم بس وقت اللي الولد بفجأة بيبلش يعمل هيك ممكن يكون في تنمير بالمدرسة ممكن يكون في شغلة صارت غلط مع أحد الأسدزة أو المعلمات ممكن يكون فشل معين درس لفحص وما توفق فخلص يقس أو يقسة البنت أو الصبع يعني يقسوا من الفحص وخلص قالوا ما بقى بدنا ندرس أو ما بقى قدري ندرس كرهوا المادة مثلاً بحد زيتها يقسوا من المادة أو بعض المشاكل ضمن العائلة كمان ممكن تأثر عليهم أكيد أكيد هون كتير بنا ننتبه نحنا بالعائلة إذا في مشاكل كتير مهم نحكي مع الولد ووقات نسأله هل الشي اللي صار بالبيت هاديك النهار عم بدايقك أو يمكن ما نذكر شفي شي مدايقك فينا نقول له في شي مدايق بلا ما نحط هيك فينا نقول له هيك بس إذا كان الولد في ولاية دغري بتجاوب في ولاية ما عم بتجاوب مش غلط نقول لهم هل هالشي دايقك مش دغري نبلش نعطي احتمالات بس بأوقات إذا الولد ما جاوب نعطي احتمالات كتير مهمة لأنه الولد مش فجأة بيفقد يعني مش فجأة بلا فجأة بس بقصد مش من دون سبب بيفقد اهتمامه بالدرس شغلة كمان كت عم بقولها مهمة بالدراسة وقت اللي نربط الأمور ببعضها إنه نجرب نقله للولد وهون الأهل كتير بيخافوا بس نجرب نوصل الولد لنتيجة عدم الدراسة من دون معه طول نكون عم نعيت عليه ليدرس يعني إذا مثلا الولد يم ما درست شو بسير؟ فينا نقله إنه إذا ما درست راح تضطر إنه تعودهم بالمدرسة وإذا وصلنا بوقت إنه راح على المدرسة بلا ما يعمل فرده يكون مش عامل فرده بنا نفتح له هذا المجال خلي يقصر بعمر صغير ولا يقصر بعمر كبير ويسقط بفخوصاته اللي مهمة خلي يروح مش عامل فرده ولا يسقط بفحصه حتى بالسنة ذاته إذا راح مش عامل فرده وكان فيه نتيجة هون حسب المدارس كيف تشتغل بس مش غلط حتى ننسق نحنا ومع الميتون وأسادستون لتلميزنا إنه خليها تكون نتيجة إنه هالمرة هالشهر راح يعمل دراسة بعد المدرسة راح نقل له نحنا عم تتسجل فيها همنا أصاص بس شفت مش أحلى نكون عم نلعب مجبورين نسجل فيها لأنه ما بدنا نسقط ما بدنا نخسر سنتنا بس هل الأصاصات مهمة أو هل ما لازم نعمل الأصاصات عم نحكيه بالإطار الدراسي طالما الأصاص هو محطوط بإطار نتيجة مش عقاب كتير مهم يعني نتيجة إنه ما عمل درسك أنا مجبور إنه عود أنا وياك بشي طريقة راح جب لك راح أطلب إنك تضل بالمدرسة بعد يعني راح أشتري لك هيدا السوربس من المدرسة إنه هيدا الشهر راح تقعد بالمدرسة بعد الدوام شو بدي أعمل؟ أو نتيجة إنه من دون صريح من دون عمل لا لا أكيد نتيجة إنه ما عم تقدر تركز على درسك نيح عم تلتهي بالإلكترونيكس مضطر واقف الإلكترونيكس هالجمعة كلها سواء أو هيدا الشهر أو التيفي أو الليلس قوتنا راح معنا أقصال مرحبا مرحبا معك مدام خوري مرحبا هلأ بعدني مسكر مع ابني بالخليج عنده ثلاث اولاد بنتين وصباي نفس الموضوع اللي عم بيحكيه ميسيو جساف هذه عم بحكيه كنت فيه لابني عم تسألهم مام بسيج اولادك عكل شي كل شي شو صار معهن شو كان موضوع الحديث إذا تحادثوا كيف كان درسهم في خصاتهم كيف كان النهار إذا نزعجين أو حدا نحكيون شي هيك بهذا بدك أعطوه يعني أنا أدي عمري كنت أسأل أولادي هل أصدت عم بيسأل أحفادي حب كتير يكون هذا الموضوع مشاركي نحن وياهون هل الأحفادي عم بيواجهوا مشاكل بالمدرسة؟ لا 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 بالعكس بالعكس كتير مهمين بالمدرسة وفي سجوند وفي الكبير بدأ تعمل ترمينال السنة والشاب أيضا بدأ يعني موفقين حمد الله وثلاث لغات كمان بره بس أنا متل ما عم بيقول ميسأل فادي إنه بدأ ينسأل الولاد مش ينترك ويلا أهلا كيفك باوسي ويقعد لا وبعدين خففوا للداني خلي خففوا الألكترونيك الألكترونيك ما بيصير عم بيحطوا ما بيشفوكوا أنت وأمو بيقعدوا هنه بيكون في دارس يا الله تنلعب شويك لا ما إلا معنا شكرا لك مادام شكرا لهذه المشاركة والحلو أنه لو ما في مشاكل لو ما بيّنت المشكلة نحكي لحنا تواصل مع أولادنا هو أهم مفتاح للنجاح بالحياة عمومي بس في شغلة مهمة هي أنه نعطي مثل لأولادنا مش غلط نجيب معنا شوية شغلة على البيت أو يكون عندنا كتاب عم نقرأه أو شي عم نحضره حسب نوعية شغلنا يعني إذا نلعن نقرأه نحنا مش عم نقرأ بدون نقولوا أنه لي أنتوا لأ صح مشان هيك كتير مهم بهل حسب العمر قدية بتكبر يعني من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة إلى الساعة إلى ساعتين درس بس كتير مهم بالأوقات يلي الولد فيه عم يدرس نحط نحنا وقت لقلنا نكون عم ندرس فيه مش عم نلعب مثلاً على سلولارنا أو نعمل شاتينج وابننا عم يدرس لا حتى لو يمكن أنا أوقات شغلة بيكون على الكمبيوتر بس أولادة عارفين أني عم بشتغل مش عم بلعب مش عم بتصلى وعم بطبع عم بعيش عيني عم بطبع وأنا بقلهم أنا رح كون عم بطبع هون وإنتوا إذا بالمناسبة بدأ اعتذر من مدامة لأنه هذا الشيء اللي بحب أعمله كتير قليل اللي أقدر أعمله وهي بتعاني معه أنتا يدرسه لأنه ما بتكون متواجد عطول بس الفكرة يلا مثل ما رح يتغير المشاهدين هل نصيح لأنه لازم اسمعوا نتنكر بس هون عن نحكي دكتور شادي لأنه هي مدامتك عم بتحل يعني هي عم بتكفي وتوفي وعم تكون وجودة كتير مهم هون في أهيلة لا الأم ولا البي عم يقدروا يكونوا موجودين بوقت الدرس والولاد عندهم مشكلة تشتت يعني تتشتت أفكارهم إنه بيقولوا ما بيركز لأنه ما في حدا ورا عم بيتابعه هون الأهالية هون كتير مهم عند الأهالية اللي مضطرين ما يكونوا متواجدين مع أهلهم كتير مهم نبني عادات دراسية عند الولد أصلا وقت الولد تنبنى عنده هالدراسات هالعادات يعني لحديد بركة لنحكي grade 4 5 صف 5 6 نبنيت هالعادة تكون خلاص صار قادر يفوت ومنظم حاله هو بيعرف شو عنده دراسة بيعرف حتى أي ساعة لازم يرتاح مش غلط الولد إذا درس 20 دقيقة يرتاح 10 دقائق لحد العشرين دقيقة وقتها بيرتاح شو لازم يعمل البده إيه بس مش إلكترونيكس يعني تليفزيون أوقات بيطلبوا 5 دايق تليفزيون أفضل أفضل هلأ ممكن بس أفضل ما نرتاح بالإلكترونيكس لأنه هن مشتتين وهن بيخدوا لنا عقلنا بطريقة منصير نحنا بس عم نتلقى وعم بنتعب أصلاً ومش منتبهين فمنا عم نرتاح تنرجع ندرس نحن نرجع ندرس ما رح نحس عالنا عنا نفس طاقة التركيز أحسن إذا بدو يرتاح الولد يقوم ياخد سناك صغيرة يتسلب مش عنده لاجو معه أو شيء يعني حسب أكيد الأعمار يتسلب شيء من هذا النوع أوقات بعدين بس يكبروا أنا فيه ولاد بعرفهم مثلاً أو حتى أوقات ولادي هلأ سنتم بسط إنه بشوفهم هيك سأعندهم كتب بحبوها من اهتماماتهم بدو يرتاح بيفتح هذا الكتاب بيتسلى فيه شوي بعدين بقولوا طب خلص نرجع الدرس يعني بس إنه أنا مبسوط قد ديني يرتاح بكتابه وما يرتاح بالتفيو بالالكترونيكس أنا أكيد أحسن عشان هيك بتحدد ساعة يعني ولادك عمرهم هني التوينس ملا وغير صغير سنتين توينس عمرهم عشر سنين تقريباً رح يصيروا يعني بتحددلهم أوقات مثلاً للالكترونيكس حتى ما نحرموا النهائياً أكيد ومنحاول أنه بنص الجمعة إلا بأحالات استثنائية ما يكونوا عم يستعملوا الإلكترونيكس لأنه في اليوم دراسات عم بتسبب قد الإلكترونيكس عم بتسبب قل التركيز حتى ضعف بالعلاقات ضعف بالتواصل والأهم هو قلة التركيز وقلة الصبر يعني ما بيقعد الولد عنده صبر لأنه بيفقص فأسي بتطلع الشغلة بينما هو عم بحل شيء بالمدرسة يبدو ينطر نعم نصيحة أخيرة كيف بدنا نشرجع الأهل أنه يساعدوا أولادهم اللي كنت عم بقوله طيب يبنوا عادات سليمة إذا هن مش قادرين يكونوا متواجدين ببداية حياة أولادهم الدراسية مش غلط يطلبوا مساعدة يبنوا عادات سليمة عند الولد بس تنبنى هاي العادات السليمة فينا نترك الولد يشتغل وحده وأصلا مش بحاجة حتى نكون متواجدين بقى أحده بس شوي شوي بدنا نتأكد أنه بفترة بأول فترة يكون الولد عم بيدروس عم بفرجين عشر عمل وبعدين وبأول فترة يمكن نساعده شوي بعدين نصير مبعد أكتر خصوصي وقت مبعد يكون عم نشتغل نحن حده أنه نكون مشغولين وشوي شوي بينطلق وحده بالعدد طبعا موضوع كبير يمكن في أشياء تانية ينحكى عنها بحلقات واحدة مثل الإلكترونيكس بس هيدا كان نقاط أساسية تنشغل لعادات سليمة للدراسة عند الأطوات المعالج النفسي شهادي رحمي شكرا لوجودك معنا شكرا للمشاهدة